اشتركوا في القناة 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 في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة بكل صراحة اشتركوا في القناة 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 فان اللي تزايدوا طيب الحديث عن الاتحاد الرؤساء ولا المدرب اللي عنده الكونترات مصابر بروفيسيوناليزم هذو النقطتين ما كاش حاجة بينه واضحة لأن البروفيسيوناليزم الناس تشوفوه أنا شوفوه كان كونترات الجواري لونترين أعطيني حاجة أخرى لتدل بلي أنا بروفيسيونالي تقولي شركة أنت شركة أين هو الداري خادلونيسي أفوال المقاطعة يتحدث عن اتحاد رؤساء النوادي والحديث هنا يقودون قناة لونيسي وأدن بحليل البرنامج الحديث عن دور جمعية منتدى رؤساء النوادي المحترفة التي يترأسها أو نطيقها السيد عبد الكريم بضوار نتابع هذه الورقة مع عيسى بايليش ثم نعود فتح النقاش جاء ميلاد منتدى رؤساء نوادي الرابط المحترف لكرة القدم ليطارع بمهام أبرزها تنظيم سيرورة العمل بالنوادي ورفض جسر التواصلي مع الفاف والرابط المحترف لكرة القدم لكن المتتبع لتاريخ هذه الجمعية التي أجهدت في مناسبتين ولم يكتب لها النجاح جاءت لتطرح السؤال مرة أخرى عن مدى صلابة هذا المنتدى في جمع كل رؤساء النوادي وتحيدهم على كلمة واحدة لكنها يهات بين التوقع والتمني خصوصا بعد الذي حدث لرئيس شاوية عبد المجيد ياحي الذي وجده نفسه وحيدا في موجهة الفاف قضية أحدثت شرخا كبيرا في جمعية رؤساء النوادي التي في عوض التكفل بشغالات نواديها راحت تهلل وتصفق للرجل القوي محمد روروى فعن أي اتحاد وأي مبدأ اجتمع رؤساء النوادي الذي يبدو شعارهم اتفق الرؤساء على أن لا يتفقوا أهلا بكم من جديد كانت هذه ورقة حول جمعية منتدى رؤساء النوادي المحترفة جمعية حديثت النشأة فشلت في المرات السابقة لقد قلت هذه المرة هل سيتفق كل الرؤساء على توحيد مفاهيم تساهم في تطوير المنظومة الكراوية ما تعلق بتسقيف الأجور ما تعلق بالتحكيم وتعلق أيضا بمطالب هذه النوادي خصوصا النوادي الضائفة التي تشتكي من الذائقة المالية سعدكنا مدور جمعية يعني جات للدفاع عن حقوق النوادي لكن هل يمكن لهذه الجمعية أن تؤمر طويلا يعني كانت في السابق بعدها راحت أو تولات جمعية بعدها راحت معي حلا وهذه المرة أنت لركنا تقرص بهذه الجمعية هل اتفقتم على شعر واحد وتوحيد كلمة كل رؤساء النوادي المحتل فسعوا الرابطة الأولى والرابطة الثانية بطبيعة الحال هذه الجمعية كان رئيسها قرباج اليوم رأى في الفيدرالية رأى في الرابطة الوطنية وفي المكتب الفيدرالي كان على رأسها يحلاء يعني ما هوش البرزيدونت الوطف حاليا انذرناها في ظل احتراف لأنها كان قوانين جات في الـ 2010 في الـ 2011 وين القوانين لا تتمشى والواقع شركات دي سو سيتي باراكسيون كيما الشركات العمومية الشركات الخاصة يعني عندها ربح عندها فوائد عندها إنتاج نحن لكتبع نحن نسمونا الشركات الرياضية ولكن كنا نروح لكودي كوميرس الشركة الرياضية ما تكزيستيش وحاليا تطبق عاليا القوانين تاعة الشركات العادية كيما سوناتراك كيما يعني وما نسمي الأسموات نحن رأى شركة الرياضية نحن في هذه الجمعية يعني جينا باش منخلطوش المفاهيم ونتكلموه باللي رانا أكوتي دولا بلاك وتكلمنا وتكلمنا وما سمعوناش ولكن كي تكلمنا بالحجة والبرهان والبيان في اللقاء اللي وقع في سيدي موسا مع وزير شباب الرياضة ورئيس الفاف وتكلمنا وانايا شخصيا اللي تكلمت باسم رؤساء الاندية وعطيت يعني ديمونستراتيون باللي رانا أكوتي دولا بلاك الوازير شف وسمع ولاكنستراتيكو كاين بعض الأمور للتغيير ومشينا في هذا الإطار ودرنا أول اجتماع بين مدام الوزارة رأي تجتمع برؤساء الاندية في ممثلهم اللي هو المتحدث وحناشي وسيمورو وسيرجراج ووزارة شباب الرياضة ورئيس الفاف والأمين العام الفيدرالية هنا درنا لقاء وتكلمنا على الأمور اللي لازم تعاود منها هذه الشركات الرياضية احنا نطالب بانستاتيو بارتيوكولي يعني مدهور كانت هذا المناوشات بينكم ما رأس بحق لك المناوشات وشرك باري يعني نعطيك علش اندارت هذه الجمعية كل مرة تفشل لا لا كل مرة تفشل لأنه أريد لها أن تفشل من طرف جهات مثلا من طرف اتحادية وانت يا ذك يعني جورناليس انت يعني خبير تعرف شكون الجهات اللي احنا نديرونجوهم احنا ما جيناش باش نديروا المشاكل الفيدرالية ولا للرابطة ولا للوزارة ولا اين كان احنا كان رؤاسة اندية رأنا في الميدان لأننا نقولها للمرة الالف لم نستشر نحن والتقنيين في المشروع تالاحتراف وإلا كان الفيدرالية ولا الرابطة تمثل رؤاسة الاندية وتمثل التقنيين لا هذا خطأ وقلتها للوزير لأن الفيدرالية هي جمعية جمعية عمومية الرابطة الوطنية اللي هي رابطة وطنية ورؤاسة الاندية هم اللي عايشين في الميدان ويعرفوا المشاكل اللي كانت وبالتالي نقدره يعني نعطه شيء إضافي في هذه القوانين التي سنت نتمنى أن نترجع هذا المصطفى والأفول نطرح لك سؤال هنا لأنه في كل مرة يتكرر السيناريو على جل لعب على جل كونترا على جل العودة الرؤساء لأنه دي ما يتفهموش وتعود يجهد هذا المشروع يعني في كل مناسبة سرع الأمور فضل المصطفى حبيت نطرح سؤال لسي عبد الكريم مدور إذا كان سمحت تقول نقول لن تمنا صلت نحن نقول لنهصل إلى المعلمين في المغرب المغرب المشروع في الجلاز الرؤساء لكن لماذا في الملتين أسألتهم؟ كما تقولون كما قلت نظر المزيد مصطفى أسألتهم معلق وهناك جيدة هل هل سمعت به المرسوى للتراكة المستعدات کم تريدونون لديه ملعارات سورة أحبا أنتم دوئتذًا أولا لن؟ شخص على ما رأس و فيسارة وضعت ببطاق وكامت Kings اجسراك في هذا المدين أولا لن اتراج الى الثلاثنين فريق هذا هذا هو المشكل هذا هو الخطأ الأول تيا دي سي دي باش نروحه بثلين وثلاثين هذه علامة الاستفهام أولا ثانيا رؤساء الانديا ثلين وثلاثين يعني قيلت لنا بهذا العبارة اللي مركبش في التران التران روح ويخليه واش يقول المرسوم يعني هذا ستين دي سيزيون بوليتيك اللي اخضاها رئيس الجمهورية آنذاك واندارت في القوانين الجزائرية هذه الامتيازات تاعة الاراضي تاعة الوكريدي لوكريدي احتوى مادها واحتوى واحد ما يديها والمال الاراضي احتوى واحد ما يديهم وحتوى واحد ما يديهم ونستنوه في مراكز تدريب مجنسيب على دوميساز دوميليساز الله أعلم تبغي نرجع لها نرجع لها لأننا نعطيك نعلاش نعطيك جريدك الرؤسة الاندية اللي عنده ميزانية سبعين مليار وكان الرؤسة الاندية اللي عنده ميزانية خمس ملاير اوكي كلام خاطرس يا عبد الكريم تقول لواحد ما رح تدي وما رح تدي يعني إذا تعطيني نشرح لك نشرح لك مانيش نقول الدولة ما قادراش نعطيك اللي كونترانت نعطيك اللي كونترانت نفوتوا هذه النقطة ونعود نرجع لك نرجع لك إلى عندك الوقت احنا هذا الرؤسة الاندية قلتك اللي عنده سبعين مليار تال بيجي تاو اللي لعب لك كوبدافريك تشمبيونس ليك إلى آخره وال etme بوطنية لك اللي عندهم بيجي دو 50 مليار قلونو نتو 15 مليار تاع يعني امكو 2012 مليع رمبور ص females 10 مليع رمبور صاحب سبعين ص الطعام بدرير 5 ملياذا يعتوare ل 3 هاتم لو يعتوار لك 24 مليار لك الهدمة الى 24 30 مليار دير حسابك البك الثfte تاتيله وطر صحبuar وقت 22 مليار � فقط 10 مليار دنار에 دين مليار دنار دينار اللي جيروا بهم الفريق وكين البعض اللي يبغوا يشوهوا رؤسة الانديا يقول لك ورها المليار ديتو فهمت يعني أنا طاوني مليار مثلا هذك المليار خلص به لجور خلص به لكيب مونتي خلص به مولا لوتيل الفونكسيون ماني جيك باختصار لانو بش نفهم ملازم لوقتي دهمنا سياد كلمة دو همنا متد شرية لك الكلمة عندنا بيوست عن نجماز لنا خمسمية مليون على نشري دو بيو سنة ريال مادريد نشري 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 بيو سبور الكاتيجوري جانا جينيور اسبور ايمي اي كادي هذا ونبلز امورتو عنا كارتاتو ننجماز لنا خمسمية مليون بش نشوف لس عرض ني رئيس نادي وعنا المبعد سي مستفاناتيك الصور رئيس نادي تافيرا ريال عرضنا انا وانسان يتعامل معه تجاريا رحنا شفنا مقابلة وكنا بحداث تريبينو اوفيسيال والوبجيكتف دون توسا باش نشوفوا لسنتر دون ترينما تحهم ساهم ممجوش دو بيس عندهم امكانات عندهم امكانات متوفرة لا هذا كي بيو شري في الغاز في الفيترول كما عندي سؤال سيمة دوارينا ممكن انا كلين شي شاب المسقان اكيد ضوغة المنتدى تجمعية رؤساء النوادي هو مهم يعني في تطوير المنظومة الكروية واتفاق كل رؤساء النوادي على كلمة موحدة هي لو كان حبينا الروح للإحتراف الحقيقي ما كان لها نديره يعني الليغ ناسيونال الليغ ناسيونال هي اللي تسكلف ولكن ما كانش فيه نقاش وحوارات مع المعنيين بالعمر وكما قال عبد الكريم 32 لعب وهي من يريد من يريد ولما لا نديره ربعة خمسة ستة عشرة قل لك اللي مير كبش فاتو التران سوكوفي الناس قع شافت هذا الإمكانيات قع وش ده مئة مليون اسمح لي سي شاب المئة مليون نروح عند النوتر نجيب سبعة كي ما رانا هنا يا رانا سبعة الله يبارك سبعة نجيب مئة مليون نحطها رانا في شركة ويسموني فارق محترف ساكل دي سي دا هده جبان؟ لازم لازم دروك لزيهم قيادة انقطاع ولازم ننس شلف سلطلهم عشبها الرئيس لجان قصة قصة ما هو ما هو قادي تشلف قادي تقول الفرق قادي تقول الفرق كان اتحاد العاصمة منودية الجزائر سوش تلت فرق اللي نقدر نقول هام رايحين الاحتلاف الحقيقي سياسي من من ياتي بالملايير وخلص اللعبين وما عندوش مداخير ما عندوش مد läuft'si و ما عندوش مداخير حسنا ذلي مفهمتهاings سمح لي ذليjon ما فهمتاش مسائيل في البلاد هذه ولا على الكرة يقول هلالكответل يخلوا الناس يذهبوا ينبدن في كرة القدم ههذا الذي يقول خل الأنس يذهبوا في كرة القدم قلوا هو جيب ج 준비 في في كرة القدم قروط قدم ماش باتاتات 14 قروط القدم ماش باتاتات 14 نهار الي يسمح مدات الناس يذهب الناس تنفستي 5 يذهب الانسان يجيب الملايير سيارة عبد الكريم سيارة عبد الكريم لدي سؤال في هذا السياق مصبح وانا احب ان اقسمك هذا السؤال لما رأيك تقولوا تمتلك انتظارت من هذا التجارة كيف يمتلك تتفضل اي مستثمر في اي شركة كانت يستثمر في التجارة او في شيء خارج الرياضة كيفما يدولوا النوادي الكبيرة في العالم تستثمر من اشعار في الاراضي تستثمر في باش نقول له فريق كما كان شركات را يدخل مئة مليار في العام با لك كتر كان يدخل مئة مليار في الشهر أسكن ناودي تعنا تقدر تستثمر بهذه طريقة و تدخل هذه الأموال باش تولي مستقلة ماديا ما تحوش على سيبونسون تعدوله هذا السؤال يجرني باش نقول لك كشو كأنما إنسان يتولد مولا 15 سنة يتولد يجري يتولد يجري نحن البارح درتونا الاحتراف و طاونا يعني باراماتر طاونا امور امتيازات باش هذا الفيرق تعاود تكون تندير الميزة نيفو تحا باش اكتوف حتى في القانون الجديد تعال رياضة اللي فات في البرلمان واللي انا اعوض في اللجنة على شباب رياضة كايزات تطولهم سين كون تلقى روحها و تقدر بصح مستحيل مكانش الآليات اللي تخلي هذا الفيرق تكون فيرق محترفة وتحتامد على نفسها لماذا ثنين وثلاثي فارق ولا بالفيرق اللي نزلت خمسة وثلاثي ستة وثلاثي فارق مكان ولا رئيس قاعدوا ما فيه مش دي بان جيسيونير قاعدوا ما فيه مش ناس ديزان دافر قاعدوا ما فيه مش ناس يعرفوا قاعدوا ما فيه مستوى واحد ينصلك باش تلعبها تلعبها باللعب المحلي اللي ما كان شويني يدرب معناش مراكيس تدريب أبارتي الدولار بتقولي مراكيس تدريب فيه راق ديرها مش الفيرق ديرها دولة ديرها الملاعب الدولة ديرها مش الفيرق ديرها هران نقول ورانا فيه 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 في перيود الترانزيسيان باش ندروح على الاحتراف لماذا ليه فرنسة غير بارعويتا ولا بلجيك والإسبان وليليتاليا عندهم عشر سنين ملاحوا الاحتراف عندهم سبعين ثمانين سنة عندهم تجربوا عندهم تجربة سلمحابين بلي هذا الاحتراف محاسبين جيل برح وليمين جح نعم انا بشكل حاسي بي أحنا عادنا دوكاشال سنك ياماني كاتر يماني ويبدونا ندره في الاحتراف بزرح ما تقدمنا في حتى حاجة في الاحتراف سيفر ليس هناك كلوب في لاجيري لديه صون دي فورماشون صوف البرادو لديه صون دي فورماشون ويلاعف كما قالك في القسم التاعي من اللي زوت كلوب نو سيد دماج ونوري ايميلو كان قاعد لكلوب تاع اليران في الجزائي في الاناشونال عندهم صون دي فورماشون كما تاع البرادو عندك اضافة بتصاصية في مدور انا انظر لانتقال لانتقال عبد الكريم الفارق ما يعيش بالصون دي فورماشون لصون دي فورماشون سيد راح تصرف عليه يفو دي سوشيتي دي سنتروبريز بولي كلوب باش يقدرو يعيشو نشوفو احنا لو تكون عندك نيدي باش تغال توفي دي بوتيك يفند لي مايو مازال ما بعتهم شلقام يتمعو براه صون دي فورماشون ولي كوين لعبين سي عبد الشعب المسخل بلاعبين نبيعوهم ندخلوا مداخل لا وتكوين كي تكون لعب باش يأكل باش يشرب باش يشرب شابان لازم لازم امكانيات ناكس بانكليب ناكس بانكليب ناكس بانكليب ناكس بانكليب حاب يقول تكسر عليه سعب كل مدور راح فيه بدل غدوان غدوان تبيعو النادي ومنان خلال النادي حتكون مداخل حانا بعنا السوداني جيرينا بها بداية الموسم من سانة بدرامو اللي ركريتينها وخلصنا لجوار ودرنا بزب سورة احبت نزيد حاجة لقد توجد أطلع الوصول على السورة كنت ممتزيد المسخممم لقد أتخطين الهندس لتعرفو النادي فهم يجب أنت ذراني جوافرات يتأكد التعرفوات لما يوجد فيه بدل غدوان بعد ذلك بعد ذلك يثبان فيما تتعرفين قليلا لذلك إنه يتصب على تفاقي مع جينث طريب مع مم بدل مع لي وسائل مع أم مم بدل مع ذلك nego يسيط على تجري ما يشربون ومن هتصاب ما يسيط على تجري تشاهدت chapter 3 ألمن له أنه يجد أن تكون دورت يكون عالياً لذلكت أمانك سأكون وضعياً سوف نقوم بزاقراً عنه أو لا نشأل هم س tandemات في حجرة؟ ما هي؟ بعد ذلك نُعرّ نعملون نعملنا. نعملنا بعد ذلك نعملنا في المصفل تقوم ببحث عن العالم نعملنا على المقابل نعملنا في الشيخ سنأود إليك لأن الوقت يدهمنا نولق الجزء الثاني ننتقل الجزء الثالث والحديث فيه سيكون عن قضية إدارة اتحاد حجوت واتهامها لمناجر اتحاد بالعباس عبدالحكيم السرار بمحاولة إرشاء اللعب سوكل ابقوا فيها لنا